محسنة نروح لأخبار نادي الزمالك والبرتغالي جوسفالدو فريرة طلب من إضاية نادي الزمالك أو اقترح على إضاية نادي الزمالك رحيل يوسف أوباما عن الفريق الفترة اللي جاية وإضاية نادي الزمالك بتفكر في أعرض يوسف أوباما عشان فريرة ما بيستخدموش فنفس الوقت إضاية نادي الزمالك ترفض بيع اللاعب إلا لو جاله عرض مناسب وعرض مغري بخلاف ذلك لن يتم الاستغناء عن أوباما بشكل مثلا مجاني هيتم عارضه أو بيعه بشكل معقول كمان مجلس داية نادي الزمالك قرر صرف مكافأة 70 ألف جنيه في حالة فوز الفريق على فرقه في المباراة القادمة عشان ده هيبقى الفوز العاشر على التوالي وطبعا الزمالك بيعمل أداء رائع جدا في الدورة هذا الموسم وخلاص بقى على وشك الفوز بالدورة